مرحبا مواليد برش القوس معكم كارميل شماس اليوم بدي احكي عن الأسبوع الأول من شهر أب أغسطس تحديدا من الثانين ثلاثة للأحد تسعة أب أغسطس شو في عنا بهيدا الأسبوع في عنا حدث كتير مهم وهو يوم الأثنين اكتمال الأمر في برش الدلو يلي هو البيت الثالث بنسبة للكون موقع إيجابي عنا كوكب عطارد يصل إلى برش الأسد الصديق للكون في تاريخ خمسي اللي هو يوم الأربعة معناته بيفتح للكون مجال أنه أبواب التراسل التواصل مع الخارج والأخبار مع الخارج توصل للكون الخبر الثالث أو الحدث الثالث هو كوكب الزهرة بينتقل من برش الجوساء لبرش السرطان يوم الجمعة المساء معناته يمكن بلشت تتحلحل عنكن مسألة معاملات معينة على كل الأحوال الفلكية كيفية أيها الأيام وكيفية أيام الأحلى الأيام الأكثر تعبا الثانيين والثالثة بيكونوا واقعين تحت أثير الفلمون الأمر البدر المكتمل في برش الدلو يعني الأجواء عنكن بعتبرها عيجقة جدا 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 وأعتبر موالي برش القوس يلي مهايبرين بطريقة إيجابية ما بيهدو أفكارون لا تنضب أبدا لا تنضب يعني ما بتخلص ما بتنشف أبدا أدمعينكم أفكار أدمعينكم طاقات أدمعينكم حركة سرعة خاطر قدرة على الإنتاج وقدرة على الإبداع شو ما كان عملكم لما نقول عن إبداع مش بالضرورة تكونوا فنانين بالعكس فيكونوا علماء فيكونوا ساينتست فيكونوا يمكن أولاد فيكونوا أشخاص بتكتبو فيكونوا أشخاص ماتماتيشنز فيكونوا شو ما كان شو ما كانين شغلتكم الثانين والثالثة يومين بيعطوا موالي برش القوس قدرة على إيجاد الحلول الزكية التي تدهش الآخرين وحضروا حالكم لخبر وحضروا حالكم إلى مجال لحتى ينفتح بينكم وبين مجموعة أو جمعية أو طرف أنتوا بحاجة لألو الأربعة والخميس والجمعة الجمعة حتى الساعة وحدة الظهر توقيت العالمي يعني الساعة أربعة بعد ظهر توقيت بيروت أمار برش الحوت يشعر هون مولود ومولود برش القوس بالرغبة بالابتعاد شوي عن العجقة الاهتمام أكتر بأمورهم الخاصة ببيتهم، بعائلتهم، بصحتهم، بمنزلهم يمكن يفضلوا يعدوا بمكتبهم بهدوء ورواء بفضلوا بعضوا عن العجقة قد ما يمكن هاي بارتو الثانين والثالتة بتحسوا أن الأربعة والخميس صار وقت تهتموا بحالكم مثلاً طلعوا عبالكم تروحوا على سوبرماركت تشروا غرات شوفوا شو ناقص بالبيت لأنه ما طلع لكم وقت تهتموا لابا ولادكم، لابا حالكم، لابا المنزل مثلاً، مثلاً الجمعة وطبعاً هي فترة فيها تكون شوي متقلبة مزاجياً لكن بعتبر أنه في احتمال أيضاً أنه يكون في عندكم أخبار سارة على صعيد عائلي وشخصي المهم، الجمعة الساعة وحدة بعد ظهر أو ظهر توقيت عالمي يعني الساعة أربعة بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي يصل أمار لبرش الحمال الناري بشكل مثلت فلاكي مع برشكون ومع الشمس مع كواكب أخرى ومع مواقع فلاكية أخرى تجعل هذه الفترة من أقوى الفترات أكثرها حظاً أنجحها وأرتبها وأكثرها قدرة على جعل مولو برش القوس نجم نجمكم مضوة ونجمكم بيقوة أجمل فترات وأكثر الفترات حظاً هي فترة وجود الأمر ببرش الحمل تاريخ 7-89 قبل 2020 في هذا الأسبوع فرتبوا عملكم على الأساس بتشوفوا أنه مفروض تقدروا تتحاشوا المشاكل بتزمطوا منها والأيام الحلوة تاخدوا حقكم فيها كلكن محظوظين بهذا الأسبوع بشكل خاص موليد 3-10 ديسمبر بدي أتمنى لجميع أسبوع حلو المزيد من التفاصيل بالأبراج اليومية شكراً لكم باي باي